الفساد في العراق آفة كبيرة جميع السياسيين متفقون على مكافحته والأغرب في الحالة العراقية تورطهم أنفسهم بهذا الفساد حكاية مكافحة الفساد في العراق بدأت منذ عام 2007 تحت مسمى المجلس التنسقي المشترك لمكافحة الفساد وحتى يومنا هذا لا يزال هناك مئات إن لم نقل آلاف المتورطين فيه من السياسيين دون ما أي محاسبة قانونية ولعل ثقل التظاهرات الضغطة في البلاد كان العامل الأبرز لإعادة الحديث عن مكافحته حيث عاد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ابتكار العجلة من جديد بإعلانه عن تشكيل مجلس أعلى لمكافحته أكثر من 30 مليار دولار يقول عبد المهدي إنها سائبة في الأسواق و12 مليار أخرى كمشاريع متلكئة بسبب الفساد وهو ما يتطلب بحسب عبد المهدي التحرك من مجلس النواب والحكومة معا إلى وضع إجراءات للحد منه وصولا إلى استئصاله لكن هذه الدعوات استضمت مرة أخرى بالتشكيك بنية الحكومة ذاتها بالأقدام على هذه الخطوة حيث يؤكد النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي أن ما يجري ليس إلا مضيعة للوقت لا أكثر في ظل غياب أي تطبيق حقيقي على أرض الواقع لمحاسبة الفاسدين الذين تحميهم أحزابهم وكتلهم السياسية هذا الوقع المعاش من الفساد في الكتل السياسية يكشف رئيس اتلاف الوطنية إياد علاوي أنه بات ينخر مؤسسات الدولة وتحول إلى منظومة فيها مشيرا إلى أن افتقار العراق إلى مؤسسات نزيهة وكفوءة كان سببا في تجذل الفساد في عمق الدولة فأي فساد ترد هذه العملية السياسية مكافحته؟ يقول العراقيون إذا كان مجموع ما تم إنفاقه على البصرة وحدها منذ عام 2008 إلى عام 2018 يتعدى 12 تريليون دينار وهذا المبلغ يكفي بحسب نواب في البرلمان إعمار أربع محافظات عراقية لكن البصرة ما زلت تعاني من المشكلات ذاتها مثلها مثل العديد من محافظات العراق بسبب هيمنة الأحزاب نفسها منذ عام 2003 على مفاصل الدولة المالية ترجمة نانسي قنقر